موسيقى السلام عليكم كيف عملين زيانين تمنى تكونوا على خير و بخير اليوم ان شاء الله سوف نعملوا وصفات العجن ليمني بيتزا هذا العجن يأتي بزيان انا عندي صراحة هو المعتمد سوف نعملهم كبار سوف نعمل ديميني بيتزا سوف نعملهم على جوجد الاشكال لتغيير سوف ترى المراحل وطريقة التحضير شكرا سوف نحتاج 750 غ الطحن 300 غ 450 غ طحن مصدر 4 اللقنة الحليب في المعلاقة معلقة الكبيرة معلقة الكبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة السكر معلقة صغيرية الملحة زيت البلدية زيت العود زيت البلدية تجيبها الديدة هذه العجنة تجيبها زيت البلدية معلقة كبيرة خميرة حبيبات الجافة قمت أربعة الكيسان عنبه المدافي نجيب واحد الإناء اللي غد نخلطه فيه المكونات دينا نعبره بكسد العنبة أربعة الكيسان يعني مملوءٍ للماء عمتوا ما شوفوا الكاس قدش يعني هذا كاس ماشي كبير وماشي صغير نعبره منه أربعة ديال الكيسان المدافي نأكد عليها هذا الثالث والرادع هذا الكاس ديال العنبة نعبره ونقوم باستخدام نقوم باستخدام نقوم باستخدام المعرقة كبيرة الخميرة الحبيبات ونضيف السكر نضيف السكر حتى يتخافه مع الملح بججبيب ونضغط هذا السكر نضيف السكر معلقة الزيت البلدية نخلطه شوية حتى يتجانس المكونات من بعد نضيف أربعة ديال معالقة ديال الدقيق أنا عملت عيني ميزاني من ثم عبروا بالمعلقة أربعة معالقة ديال الكبارين ديال الطحين ونخلطه حتى ما كيبقىش يبن ديال الطحين هكا شوية هكا بي باش يتزنج العناصر يتخلطه كاملين من بعد كنجيب واحد فيلم المونتر يعني ديال بلاستيك ونغلف ونغلف به نغلف بهد طبق ديالي ونخليه مدة ديال توله تساعة ربع ساعة توله تساعة يعني ما بين 15 دقيقة حتى عشرين دقيقة لحسب الجو يعني بالمارس يكون الجو بارد بعد المارس الجو سخون يعني ما بين بعدها ستكرة نشوف الخالد كاي سوف نضيف المكونات كاملة كما ترون معي انا جبت لغرب الطحين كانت باقي مدرنا الطحين والفينو والملح والفدر الحليب سوف نضيف الملح سوف نضيف الملح سوف نضيف الملح سوف نضيف الملح لا نستعمل شيء سوف نضيف الملح سوف نضيف الملح سوف نضيف حمزة سوف نزيد الدقيق الفينو سوف نضيف حمزة سوف نضيف حمزة سوف نضيف حمزة هذه هي الخبيزات من بعد أن أخذت العجينة العجينة مرخوفة غزالة لا تزيد إضافة لأن الطحن التي أعطيتكم الكمية قدتني إذا أجدتكم قليلاً خفيفة تزيدوا قليلاً الطحن أو قليلاً تزيدوا قليلاً الماء ولكن هذه الخبيزات التي أعطيتكم هو هذا كمية تخرج لي لا تزيد حاجة لأنها حفظ العبار سوف نرى كيف تزيد مرخوفة مرتاحة خامرة طريقة غزالة سوف نضيف حمزة سوف نقرس الخبيزة نتلقى بالمطلق سوف نقرس على شكل دوائر أو مربعات أو على شكل وردة سوف نقرس دوائر لميني بيتزا سوف نقرس ونقرس ونقرس سوف نقرس سوف نقرس ونقرس السمكة ونقرس ونقرس سوف نقرس سوف نقرس سوف نقرس سوف نقرس لاساً سوف نقرس سوف نقرس ثلاث سوف نقرس غزالة ثلاث تيضاء على الحرارة 182% مجمد كيبقوا مدة طويلة ما كيجرى لموالو ولكن اخسكم تلويهم مزيان كتهزوا كل كمية بحال يعني عمل انا عشرة في يعني كنلوي كل عشرة بوحدهم انتم مع اللي حسب عدد افراد الاسرة ولا اللي حسب اللي بغيتو المهم الفكرة هي انكم كد تلويوا السلوفا مزيان باش ما كيدخلوا مشي للترجة ولا يدخلوا من الهاوى سافيك تلويوا الجوانب ها الكامرا كيدو لكم شي البلاسة في مجمد انتم كما كتشوفو معايا عندي هنايا 36 وحدة وعندي هنايا 20 وحدة يعني الكمية تخرج عليها 50 وحدة او اكتر حتى انا خليت واحد الكورة العجينة عن طلق مصر الحرش غادي نديرها بيتزا دائرية كبيرة يعني هاد القياس اللي اعطتكم كي خرج كمية كبيرة يعني مهمة اذا ضوبلتوا المقادر غادي خرجكم كمية كبيرة باش دووزوا ان شاء الله رمضان او لا هكا كي بقى في المجمد كي يجوكم سهلين باش تستعملوهم بيتزا دياولي هادو عن عملهم فكرة اخرى يعني مكن قطع العجين مكن طيباشي تكن طيب كل شي مباشرة مكن عملاشي نصطياب يعني كمدان عمره مباشرة كيف مكن تشوفو معايا كان عمره بسلصة ديال الطماطم كل شي كي يعرف كيف شكي عدل السلصة ديال بيتزا ديالو انا مكن عملاش الجاهزة هادي عندي معدلة فضر يعني مكن عدل السلصة كان طحنة مزيان وكتخرج لي هكا تلشي مرة نتقاسم معاكم الفكرة ديال السلصة الطماطم وكان عمره بفلافيل وبهاديك البصال وبالتون وبالفرماج يعني وزيتون كنزوقها بالزيتون وكان عملها الساحتر حل دب هادو جوج عويدة ديال الساحتر كنجرم بين يدي هكا بش كي خليوا واحد نكهة رائعة كتبقى خرجة من هادو كتحكم هكا بين يدكم وتبقى تدردروهم على ديك اللي بيتزا ديالكم كتخرجوا مي كتكون كطيب كتخرجوا حدا نكهة فنة ديال الساحتر يعني منعيشة وغزالة ولديدة سافي من بعد كتبقى تعمر باللبسال وبالحشوال كيف ما بغيتو يعني اعطتكم هي فكرة ان تلعجينة كتبقى تعمرها وهي خدرة وطيبوها في ساعتها ناس اللي كيكونوا مزروبين هكا سافي كتبقى تعمر حتى النهاية الخالط انا عنخليكم مع الصور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هدا والشكل النهائي للطبق ديالنا في الزاس كيجيول دادين تم الحشوة حسب الرغبة اللي صنصية هي لبط مي كتجيم زيونة كتتتعمروا هاداش ما بغيتو انا كنقلكم مع السلامة وفي فرصة اخرى ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى